اختتم مؤتمر حقوق الأقليات الدينية في الديارة الإسلامية أعماله في مدينة مراكش المغربية بمشاركة أكثر من 300 شخصية من علماء المسلمين وممثل الدول الإسلامية والطوائف الدينية والأديان في العالم ودعا إعلان مراكش للحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي إلى المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن الدين باعتبار أن الخالق كرم الإنسان ومنحه حرية الاختيار دعا المؤتمرون في إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي علماء المسلمين إلى تأصيل مفهوم المواطنة لاستيعاب كل الأقليات والمؤسسات العلمية إلى القيام بمراجعات شجاعة للمناهج الدراسية للتصدي لثقافة المأزومة التي تغذي الفتن والحروب والمسؤولين السياسيين إلى اتخاذ تدابير سياسية وقانونية لغرض تحقيق المواطنة التعاقدية وتوطيد أواصر التعايش المشترك نحن مسلمين أولا يجب أن نثبت هذه الحقيقة بأنفسنا حتى يفهمون الآخرين ما هي الحقيقة الصحيحة للإسلام والمسلمين لأن ما يحدث الآن في العالم الإسلامي خاصة في عراق وسوريا ويمن وإلى آخره هذا ليس ضد غير المسلمين إنما هذه حملة هي ضد المسلمين فهي محاولة الإكراه أو تخويف المسلمين من الإسلام استند الإعلان على مبادئ صحيفة المدينة التي أصدرت في عهد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم والذي يحث كل بند منها على الرحمة والعدل والحكمة حيث اعتبر الإعلان أن المحرمات في الشريعة قصدها درء المفاسد وأن بعض التعاملات كانت في سياق تاريخي مختلف عن السياق الراهن بخلاصة أنه لا يجوز توظيف الدين في تبرير النيل من الأقليات في المجتمعات الإسلامية القضايا التي طرحت بشكل كبير وبعناوينها نتمنى أن تأخذ مداها من خلال التطبيق في مناهج التعليمية في الخطابات الدينية في توجيه أئمة الجوامع بأن يكون الخطاب معتدل يحول آخر يحترم الآخر الخطابات يجب أن تكون غير تحريضية وبالتالي نعيش بوئام وسلام ضمن حضارة عشنا فيها في قرون بمحبة وسلام وتعاون وكذلك نستطيع أن نعيش بهذه الحضارة إلى قرون أخرى بكل محبة بكل سلام تعود أسباب إصدار هذا الإعلان إلى استقواء مجموعات إجرامية ليست لها أي شرعية أعطت لنفسها حق إصدار أحكام تنسبها إلى الإسلام وقامت بممارسات اكتوت بها كل المجتمعات وعرضت المسلمين إلى الكراهية والافتراء جاء البيان الختمي نهوضا بواجب البيان الذي طوق الله به أعناق العلماء وخاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة في محاولة جادة لاسترجاع الصورة الحقيقية لديننا الحنيف من الجرائم المرتكبة بحق البشرية والمتدثرة بلباس الدين التي تضرب في وحدة الأمة واستقرارها ومصالحها على المدى القريب والبعيد سمية المير لمركز الأخبار مراكش المملكة المغربية ترجمة نانسي قنقر